أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة تمثل نبراسا للنهوض بالإعلام الوطني ودوره الحيوي في الذود عن أمن المملكة وتعزيز هويتها الوطنية والخليجية العربية وتدعيم مجازاتها في إطار مشروع جلالته الشامل للإصلاح الديمقراطي والتنمية المستدامة ورفع وزير الإعلام أسمية الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المفدة على ثقته السامية بتعيينه وزيرا لشؤون الإعلام مؤكدا اعتزازه بهذا التكليف الوطني والتزامه بأداء واجباته في تعزيز الكفاءة والفاعلية لوسائل الإعلام بجميع أنواعها المقرؤة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على أسس من الحرية المسؤولة والموضوعية والشفافية وفقا للدستور والقانون والضوابط المهنية وكدر محي أن تنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة المالية والإدارية وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية والتقنية يأتي في مقدمة أولوياته لتطوير قطاع الإعلام والاتصال تنفيذا للتوجهات السديدة لعاهل البلاد المفدة وبرنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب أسم الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ودعم صاحب أسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظهم الله ورعاهم ونوه إلى الحرص على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع المؤسسات الصحفية والإعلامية والوطنية وتعزيز تقيدها بالمعايير المهنية والأخلاقية والمواثيق الدولية بالتنسيق مع الهيئة العليا للإعلام والاتصال برئاسة صاحب السمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى في إطار الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة ونشر قيم التسامح والوحدة المجتمعية ونبذ الفرقة والتعصب والكرهية وكذا سعد السيد علي بن محمد الرميح وزير شؤون الإعلام التزامه وكافة منسوبية الوزارة بالعمل المخلص على الارتقاء بالرسالة الإعلامية وواجباتها الوطنية ومسؤولياتها القومية في حماية أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز تماسكها ومسيرتها المباركة نحو الاتحاد الخليجي وتقوية قنوات التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بما يبرز حقائق وإنجازات المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة الملك المفدى